كده نشوف الحادثة اللي هتشوفوها دي يعني شوء مخيف طبعا والمخيف هي كاميرات المسجد هي اللي جابت الزئب البشر الجاني يعني هل يمكن انه فيه زئب بشري وطفلة وداخل مسجد وكمان علشان يتخلص من شقيقها هي داخلة الكتاب مع شقيقها بتاع المسجد يعني فعشان يتخلص منه قاله روح للإمام بعته مشوار وحاول اغتصاب الطفلة وقتلها عشان ما تقولش طبعا يعني منتهى البشاعة والدناء التي لا يتخلها عشان كده اللي بقولك بقى ايه اصل اللبس بتاع البنت هي هو سبب التحرش والاختصاب الحقه اصل المشاكل والسيدات والبنات واللي بيحصل في الشوارع هو السبب هو ده جوه مسجد وطفلة ولم يربعه اي راضع لا حرمة المسجد ولا عصمة الطفولة يعني ولا شوفوا الطفلة يعني هل يمكن حد يتخيل اصلا ان فيه زيء ببشر يختصب طفلة بهذه المراقة وكمان هل حد يتخيل انه ده يحدث داخل مسجد نشوف الواقع مسجد كعادتها لكنها لم تعد مرة اخرى هي دخلت صلي المغرب هي اخوة قبل المغرب عشر دعيل وبعدها انا معودها انها تروح تصلي في المسجد وتحفز القرآن فيه كتاب في المسجد من تحت وتروح تحفز القرآن فيه كل يوم هو اخوة اولا مهيح متقدم بسكن فيه بغط وكنا رايح هناك كتاب والرجل جي قال لي ده 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 عم ذر الشيب مندوح من الجانب ريحت انا ديله ونزلت ثاني قبل ما نزلت مطلقته ونطلقته ونطلقت أختي وفي الأخر بقى طلق حنوم تبوح ده البني آدم لما بيبع فارخة يمكن جسمه بيأشعر ازاي انت انت دخلت على بني آدمى ازاي أنا ما كنتش حاسة بنفسك كنت هموت كنت هموت كده ولعبت في قلبي ديرت الشاب أبص عليها كنت هموت اللي قايمين على أعمال المسجد وأهل القرية والعمدة بتركيب كاميرات علشان صندوق الزكاة السرق فمن فضل ربنا أن الكاميرات ديتها يعني هي اللي جابت الجاني أنت دلوقتي في بيت ربنا يعني أنت من إنجلك عقلة أصلا أنه هو ده أقام مكان لك يعني ولحد دلوقتي إحنا فعلا مش عارفين هو عمل كده ليه محاولة اغتصاب لطفلة بعمر خمس سنوات ثم ذبحها داخل المسجد وقعة أثارت الرعب والدهشة والسخط بين أهالي مركز أوسين بالجيزة تكرير التب الشرعي طلع بمحاولة الاختصاب شيء زي ده ما ينفعش يحصل في أي مكان الحادثة غريبة على البلد ويمكن على المجتمع المصر كله القرية الأمينة أصبحت دلوقتي بيت رعب يوم الحادثة الدنيا كلها كانت خايفة يعني على الأطفال وعلى كله الأطفال بتترقب لحد النهاردة تفودينوا لهذا الزمب يعني مالك هتلابس حلق ولا سلسيلة مالك هتلابس أي حكي من تكون أكيد هو لما كان عايزة تحرش به البت صوتت أحموتها ما فيش حل غير كده أنا عايزة تيجي ألشان رحم معوالي وكتابة رفض كرام أنا معلش أنا أنا أيتلقى لبسي العيد ده عشان تحضر فيه فرح خاليتها ما لحيتش تلبسه قلت بقى حلما زفها يوم فرح زفتها في عربة الإسعي كل يوم بقفها السلم وقل يا ما إيه ده طلعش أن تلبسه وتروح لحضن يا ما إيه طلعش أن ألبسك يا حبيتي وتروح لحضن ألا سامحيني يا بنتي سامحيني على أي حاجة عملتها فيها كان زيالتها ونوبة وقال كان ستها خرجت أردت مودتها أطلب بأعدام لازم يتعدي كير كده أحمل شهد دفلة زيدي بأي زم قتلت وبقول حزب الله ونعم الوكيل حزب الله ونعم الوكيل أنت مع الشهداء والأنبياء أنا عارف وربنا يصبرنا على فرق الدم والعرض وبيت من بيوت الله كلها حرمات انتهكت في تلك الجريمة البشعة عاز أعود عيالي على الطاقة والصلاة وإيمان ربنا لما هذا حصل ضيئة هنعمل إيه يعني قاعد ابني دوقتي في المدرسة أواعد أنا من الشغر أو ما خليش ابني يروح يصلي دقي دي لو يرضى ربنا أنا موافق بيه مشهد بشع ووحشي ولا يمكن أن يتخيله أحد لو بتقول لحد كده هذه القصة لا يصدقها عقل تتنافى وتتناقط تماما مع الآدمية مش ممكن بني آدم يعمل كده مش ممكن بل الحيوان مش ممكن هيعمل كده أيضا لا ردعاه المسجد بحرمته ولا الطفولة ببراءتها ولا أي حاجة بتردعه وزيء ببشر هو في لحظة يعني يبعث الولد لإمام المسجد ويعتدي على الطفلة ويقتلها بسرعة جوة مسجد يعني أنا أتمنى وانا أوافق طبعا لأنها هي جوة مسجد فطبعا يعني محدش يتخيل الراجل حتى بيقول لك يعمل إيه غير أن أنا ودي بنت المسجد عشان أعلمها يعني فكرة الارتباط بالجامع وبالصلاة ويعني الراجل عايز ينشئها يعني نشأة دينية يعني ونشأة أخلاقية من البداية يعني ففي مكان أكثر أمانا من المسجد يعني زيء ببشري ده من أي نوع وهل الإعدام ده يكفي يعني ما تقول تتخيل كده يعني هل الإعدام يكفي في مع مع مختصب وزيء ببشري بهذا الشكل يعني ما فيش عقوبة أبدا يمكن أن تتخيلها تتناسب وتتلاءم مع الجريمة اللي حدثت يعني يعني حتى طبعا يعني ما كانش ممكن إحنا نتجهلها ليه علشان ده كمان ده محتاجة وأنا وافق أنه وزير الأوقاف الدكتور محمد المختار رجبنا نشوف إيه المسجد اللي ممكن يحصل فيه ده وإيه اللي يوصل لكده وإيه اللي يخلي حتى سلوك لا أدمي بهذا الشكل يبقى جوه مسجد وإيه اللي يوصل إلى هذا المشهد اللي لا يمكن أبدا يتخيله عاقل لا يمكن الله يرحمها ويصبر أسرتها وإيه اللي نشوف كمان علشان بس البعض هنا لما يشوف كيف يمكن أن نتعامل مع الاختصاب فنتعامل معها بواقعية شديدة يعني إحنا أمام مختصب أوعى تعمله أي شماعات أوعى تقول والله إضا العوائق المعيشية والتأخر في الزواج أوعى أو لبس البنت أو ما تنقش لا تعطي شماعة للمختصب وللمتحرش وللزيب البشري ما لوش مبر ما لوش شماعة أبدا ما هو بدليل أو مسجد وطفلة لا لبسة ولا المكان حتى يعني يمكن أن يثير شاوة يعني يعني مش ممكن حد يتخيل ده لكن للأسف الشديد حدث